ومن كربلاء ينضم معنا مباشرة مراسلة تغيير جاسم الهميم أهلا بك جاسم وبالبداية ومع بدء إحياء ذكرى أربعينيات الإمام الحسين عليه السلام كيف تتم عملية تفويج الزائرين وما هي مدى الانسيابية لغاية هذه اللحظة مرحبا بكم حقيقة الآن بدأت العملية تنعكس ليس كما هو عليه بسابق حيث كان الدخول أكثر من الخروج بثلاثة أضعاف لكن الآن ثلاثة أضعاف للزائرين بالخروج من مركز المدينة والذهاب إلى محافظاتهم عن طريق توفر العديد من القراجات الآن فتح طريق آخر لمحافظة كربلاء على مركز مدخل المدينة لتوفير عجلات النقل بأقرب مكان ممكن حتى بإمكانهم الذهاب إلى محافظاتهم أو للقراجات المخصصة لهم حتى هذه اللحظة أعداد الوافدين إلى محافظة كربلاء اليوم كان قليلا قياسا بالأيام السابقة حيث اليوم سوف تخصص هذه الزيارة لأهالي محافظة كربلاء الذين يبلغ تعدادهم أكثر من ثلاثة ملايين ومائتي ألف مواطن داخل محافظة كربلاء اليوم هم يتوجهون تجاهد الأحياء السكنية تغص بالزائرين يمشون على أقدامهم للوصول إلى المراقد المقدسة لأداء منازك هذه السيارة سيد رئيس الوزراء اليوم متواجد بهذا المكان أعلن عن خطة هذه السيارة التي نجحت من خلالها الخطط الأمنية والصحية والخدمية وخطة النقل أيضا وأيضا الخطط التي وضعت حديثا هي خطة الأرشاد داخل محافظة كربلاء حتى هذه اللحظة لم تسجل هناك أي خروقات وأثبتوا نجاح برسم هذه الخطط حيث كانت هناك تحديثات مستمرة ومباشرة من قبل سادة المعنين داخل محافظة كربلاء وأشراف أيضا السيد محافظة كربلاء على هذه الخطط الآن كما تشاهدون في هذا الشارع قبلة الإمام العباس حيث من خلال هذا الشارع تدخل جميع المحافظات الجنوبية من خلال هذا الشارع لأداء زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام ومن نفس الشارع هناك الجهة الأخرى هي جهة الخروج من محافظة كربلاء اليوم وغدا سوف تكون هي ذروة هذه الزيارة ومن الممكن أن تستمر لبعد يوم غد أو أكيد سوف تستمر إلى بعد يوم غد حيث كربلاء ما زالت تخص بالزائرين وأيضا هناك بعض أصحاب المواكب الحسينية وأيضا أهالي محافظة الحلة وقضاء طويريج وقضاء عين التمر وقضاء الهندية وقضاء الجدول الغربي كل هذه الأقضية هي لم تتوجه إلى محافظة كربلاء الآن سوف تكون هي غدا أو الليلة في محافظة كربلاء لأداء مراسم هذه الزيارة نعم جاسم بالنسبة لمدى توفر الخدمات للزائرين لغاية هذه اللحظة ومدى توفر الخدمات كما ذكرت من الناحية الصحية ومن تقديم المأكل والمشرب وغيره نعم حقيقة نتكلم اليوم عن 28 ألف موكب حسيني تواجد داخل محافظة كربلاء لتقديم هذه الخدمات سواء كانت الخدمات التي دعمت من الجهة الحكومية أو من قبل أصحاب المواكب الذين سطروا اليوم بطولات كبيرة وواضحة من أجل تقديم الخدمات إلى الوافدين داخل محافظة كربلاء نهيك عن تواجد أكثر من 10 ألاف موكب هو غير مسجل لدى الجهات الرسمية والحكومية أو لدى هيئة المواكب داخل محافظة كربلاء هذا شيء يدعو للفخر اليوم لا يوجد زائر داخل محافظة كربلاء خرج من هذه المدينة وهو بباله أن كان هناك تقصير بالطعام أو المنام أو المأكل من كافة أصناف الطعام اليوم الذي يقدم من أفخم المطاعم الموجودة بالعراق هو يقدم بالمواكب الحسينية الأكلات تحولت من الشرقية إلى الغربية حيث اليوم شاهدنا أكلات لا توجد إلا بالمطاعم الفايف ستار داخل العراق نجدها تقدم بأصحاب المواكب الحسينية يبدلون جهودهم من أجل تقديم ما يلزم لتكون الوجبات خفيفة وسريعة للزائرين أما من جانب البلدية اليوم هي كما تشاهدون وخلفي أيضا كما تشاهدون شوارع مدينة كربلاء حتى هذه اللحظة من يسير داخل شوارع كربلاء يجد هل من المعقول كانت هنا زيارة أربعينية بهكذا عداد من الملايين يعني اليوم أكثر من 45 ألف متطوع داخل محافظة كربلاء بالحقيقة مع الجهد الحكومي الرسمي داخل المدينة مع المواكب الحسينية والعتبات المقدسة يصل العدد إلى أكثر من 150 ألف شخص داخل محافظة كربلاء هو يعمل من أجل تقديم الخدمة وأيضا جعل مدينة كربلاء قبلة للناظرين وأيضا تكون منارا يحتذا به من باقي الدول والمحافظات الأخرى إضافة إلى ذلك هم مصرين حتى تكون هذه الخطة خطة ناجحة ولا يكون هناك ما يعكر صفو هذه الزيارة نعم جاسم سنكون معك خلال هذا اليوم لنقل الصورة من كربلاء شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة